اهلا وسهلا وحياكم الله في جمال وتجميل معنا الدكتور زيادة لبيت حيا الله دكتور دكتور واشالله انت مشهور في اشياء كثير لكن في تقطيع الندبات او حلول اهثار الحب الشباب مرة ثانية ونعرف اشترك في الموضوع طبعا زي ما قلنا دمج التقنيات طبعا وخاصة في ترفيع الندبات نسوي عملية تقطيع الندبات وفي نفس الوقت نسوي فراكشنال ليزر ممكن نضيف له البلازمان لتحسين النتيجة النهائية اللي افهم انت حين من اثار الحب الشباب ان يصير في الحفرة هذه هذه تكون مشدودة من تحت فانت تقطعها عشان طب ترجع تمسك ثاني ترجع تمسك بشكل اقل واضعف فالمحصلة في تحسن مع التكرار ثلاثة الى اربعة جلسات يكون في تحسن كبير طب ايش فايدة الليزر ولا الفراكشنال طبعا الليزر يحفز الكولوجين ويعطينا اضافة للنتيجة النهائية طبعا الاساس التقطيع وهذه كلها عوامل مساعدة طب التكنولوجيا فين وصلت في الاشيازة كده هل في اجهزة جديدة تساعد برضو جهاز المورفيس تكلمنا عنه انه تقنية الدبذبات ومايكرو نيدلينج تحسن من السطحي فممكن نستخدمها لاستهداف سواء المسامات او الندمات السطحية الفهمت انه هذا الشيء ما يخلص في جلسة واحدة صح ولا لا الكورس طويل عشان يتحسنه احنا نتكلم عن اربع جلسات بينها على شهر لشهر ونص نسبة التحسن تكون باذن الله مرضية من الجلسة الاولى دائما نقول للمريض بس نسبة التحسن اذا انت شفت انه النتيجة مرضية كمننا الجلسات لازم يكون كتحسن يعني صورتهم مثلا الان وصورتهم بعد ستة شهور فيه اختلاف كبير مفهود تتخلم عن خمسين بالمئة باذن الله خمسين بالمئة ما فقط تحسن طيب الله تكرارك لك شكرا لك شكرا لك